سباق محموم تشهده بنسلفانيا التي اكتست صفرة الخريف هذه الأيام فيلاديلفيا أبرز مدنها وسكانها يحاولون الحفاظ على روتينهم اليومي لكنهم لا يخفون أن ولايتهم ماضية في أن تصبح معقلا لأفكار الرئيس السابق دونالد ترامب هناك كثير من المواقع المحافظة مثل المناطق الريفية في بنسلفانيا فيلاديلفيا أشعر وكأنها مدينة ليبرالية ومن المحتمل أن تكون عند ترامب أشياء جيدة يريد تطبيقها لكن أعتقد أنه شخص متهول ترامب الذي يعيش حياة الفقر والعوز وتفاقمت أوضعه الاجتماعية جراء الأزمة الاقتصادية الحالية يرى أنه لا ينبغي لخطاب ترامب أن يكون في هذه الولاية فلتذهب لترامبية إلى الجحيم أعتقد أن ترامب متواطئ ورجل عصابات كبير يتحكم في كل شيء وهو مسيطر على أنصاره يأتمرون بأوامره تدهور الأوضاع الاجتماعية والتضخم في نظر المراقبين ساهم في ارتفاع منسوب التعاطف مع أطروحات ترامب في هذه الولاية المتعرجحة الأمر كله يتعلق بعملية استقطاب أسماء تعرف أنها ستدعمك حتى النهاية واعتقد أن دونالد ترامب مقتنع بأن لديه قاعدة انتخابية واسعة في بنسلفينيا على هذا الأساس يخلص المراقبون إلى أن المعاركة السياسية في هذه الولاية لم تعد بين معسكرين تقليديين الجمهوريين والديمقراطيين بل تحولت إلى حرب مع الجناح ترامب في الحزب الجمهوري هنا ولد الدستور الأمريكي كان ذلك عام 1787 وهنا فاز ترامب في انتخابات 2016 وهنا أيضا فشل في مسعاه لولاية ثانية اليوم تحول مهد ولادة الدستور هذا إلى محطة اختبار حقيقية للترامبية ولخطابها عند الأمريكيين عبدالي ماسي التلفزيون العربي في راديرفيا ولاية بنسلفينيا